ازايكم عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب تعالوا واحدة واحدة كده نعمل اتفكر انا ما يبقى في عندي طيبة واحد ويبقى عندي الشبكة الوطنية المحادة للخدمات اللي افتتحها الرئيس النهاردة افكر بقى انا معك بصوت عالي ده معنى ايه؟ وده معنى انه اولا انا مش دولة بتتأخر عن اللي بيحصل في العالم اطلاقا انا دولة تواكب التطور اللي بيجرى في العالم فاذا كان العالم يستخدم الاتصالات بتاعة الاقبار الصناعية لاجل توفير بنية تكنولوجية وتصنيع تكنولوجي في بلاده فانا زي زي ومش اقل ومش ابعد ومش هتأخر خلي بالك احنا اتأخرنا لسنين طويلة جدا 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 حلو؟ طيب دلوقتي بقى انا بنعمل ايه بقى؟ احنا واخدين القرار ان احنا نبقى في نفس القطر اللي بيجري بدول العالم المتقدم وما نبقاش موجودين في السبانسة في اخر عربية طبعا احنا زمان ما كناش في السبانسة اصلا يعني احنا كنا متشعبطين بحبل وبنتسحل ورا القطر بس سحل ليس الا عمليا انت بقيت في القطر طيب بتعمل ايه؟ عاوز تبقى درجة اولى ممتازة انت قاعد في احلى كرسي جنب الشباك حاجة كده عظمة على عظمة كرسي جلد طبيعي تكييفك شاشتك يو اس بي بتشغل الموبايل والتابلت واللابتوب وميد فول دي كده الصورة اللي تقدر تتخيلها عن اللي انا عايز اقوله لك يعني ايه؟ يعني مصر ما بقتش مستعدة تحت اي ظرف من الظروف انها تبقى في اخر القايمة ولا في ذيل اي قائمة على الاطلاق بل بالعكس مصر بتبزل كل جهد ممكن علشان تبقى من المجموعة الاولى طيب فيجي طيبة واحد تيجي الشبكة ابدأ انا افكر هستغل ده ازاي اه ده انا كده هوفر بنية تكنولوجية لاجل ان يستخدمها المواطن بس هنا برضو خد بالك نظم المواطن انا مش هقولك انه استخدمها الاستخدام الامثلي يعني هو هيبقى طول الوقت في استخدامات متعلقة ممكن حاجات هزار مش عارف ايه كلام من ده تسالي الاخ الاخ لكن المسألة ابعد من ذلك احنا عندنا في مصر حقيقي علم مصريين هنا زائد علم مصريين برة يملو وش الارض يملو وش الارض دول بقى عندهم الفرصة الزهبية انه ابحاثهم وافكرهم ومشروعاتهم تبدأ تتطور بأعلى مستوى وبمنتهى السرعة ده واحد اتنين ده معناه انه احنا هنبدأ نخش في مرحلة هي مش مسألة انك انت تركب قطر الصناعة انت هتبدأ تخش في مرحلة التصنيع التكنولوجي يعني هتبدأ تخش في مرحل التصنيع المتعلقة بالرقائق الذكية اللي هي المايكرو تشيبس اللي بتتحط فيه الكمبيوترز هتبدأ تخش في المرحلة بتاعت انه واحدة واحدة هتلاقي عندك شركات عملها شبان واعدين ازكية مخهم منور علشان يعملوا بيزنس جديد زي بسلا بيزنس الجايمينج ده بيزنس الجايمينج مش الهدف منه اللعب الهدف منه المكسب فانت بتطور بروجرمز وبتطور حاجات انا مفهمش فيها بصراحة علشان خطر في الاخر خلص يبقى فيه عندك فيه شركة من الشركات بتاعت الجيمز على مستوى العالم حققها اكتر من 4 مليار دولار فهيطلع لك شبان يعملوا زي ده واحسن خد بالك هيطلع لك شبان يعملوا زي ده واحسن زي الشركة دي واحسن اللي انا بقولهولك مش مجرد خيال لانه فعلا فعلا مش ازهر لما تيجي تشوف العلمة والباحثين المصريين عاملين ازاي تتخض والعدد يعني انا بصرف النظر عن ذكر الاسماء كنت قاعد عمال بتفرج على برنامج بس كنت بتفرج على برنامج بتاع الزميل والصديق احمد فهي حلو فكان جايب عالم لا يشق له غبار لسه من كم يوم الله وبعدين ايه ده ايه العلم ده وايه التواضع ده وايه التفوق ده فالرجل يقول لك ايه يقول لك ده فيه في مصر جوه في مصر زي كتير بل واحسن وهو اللي قال استخدم المصطلح ده قال عندنا في مصر عقول تملى الكرة الارضية كلها وتزيد فانا النهاردة الدولة بتوفر لك البنية دي ترجمة نانسي قنقر